أتحول الآن إلى الزميل عوض الغنام من منطقة المحروسة بعد تطويرها عوض في البداية برحب بيك يعني لفت انتباهي كلمة مع ضيف الزميل إبراهيم عزت كان يتحدث عن سلوك المواطنين في حي الأصمرات بالطبع التطوير لم يقتصر فقط على تطوير المسكن في حسب ولكن تطوير السلوك المواطن أيضا أصبح مطلوب في هذه الآونة عمان مروا على افتتاح المحروسة واحد واثنين لو ترسد لنا كيف يبدو الوضع الآن عوض تفضل نادأ طرحت أكثر من سؤال لكن دعيني أبدأ بالسؤال الأول الخاص بالسلوك يقولون في أحد الأمثال أو الحكم الإنسان ابن بيئته فبالتالي إذا ولد ونشأ الإنسان في بيئة فيها كل المتطلبات بهذا الشكل أكيد هذا سيؤثر بشكل مباشر على سلوكه مما يعكس أو ينعكس عليه بالإجابة أن يتحول مواطنا ناجحا في حياته نعود إلى المشروع حيث أنا متواجد الآن سيقف التاريخ أمام هذا المشروع الخاص بالمحروسة واحد واثنين بكل تقدير وإجلال وتعظيم لكل من ساهم في هذا المشروع سواء بالفكرة أو بالعمل أو بالإنجاز لأن فكرة محروسة واحد واثنين ندى مختلف ربما عن المشاريع الأخرى لأنه يعالج قصة أو قضية مهمة للغاية هي المناطق الغير أمنة وهذه المناطق الغير أمنة هي ترقمت ليس فقط عبر 30 سنة كما ذكرت لكن ربما عبر عشرات من العقود والعهود مما نتج عنها مشكلة صعبة التعامل معها حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومات متوالية منذ ست سنوات تعاملت مع هذا الأمر بكل قوة وبكل حسب نحن نتحدث عن 72 شهر فقط وصلنا إلى هذه الصورة حيث نحن نتواجد الآن مجتمع عصري جديد بكل ما تحمله الكلمة من قول وفعل اليوم كان هناك بيان صادر من وزير الإسكان يتحدث فيها عن التكلفة الإجمالية لمشروع المناطق العشوائية والغير أمنة ندى يزيد عن 41 مليار جنيه في مدة ست سنوات فقط وتم اقتحام المناطق الغير أمنة والعشوائية في 298 منطقة طبعا رقم مهم للغاية إن دل فإنما يدل على أن هناك اهتمام كبير للنظام الحالي أو الحكومات الحالية بملف العشويات لما له من تأثيرات مهمة للغاية يشرفني أن يكون معي الأستاذ أسامة عبد السلام وهو عمل لمدة 30 عاما في المحليات لذا السؤال الوجيه عبر 30 سنة أستاذ أسامة وأنت تعمل في قطاع المحليات المختلفة في محافظة القاهرة حينما تأتي لتتولى مسؤولية جهاز المحروسة واحد واثنين ماذا يمثل لك؟ هل كنت تحلم في يوم من الأيام عبر كل هذه السنوات أن يتحول هذا المكان الذي كان مقلب للزبالة أو للمواد الصلبة لمنطقة شرق القاهرة إلى هذه الحضائق الغناء هذه العمارات العصرية الحضرية الجميلة؟ الأول من رحب بسم الله من رحب بيكو أهلا وسهلا في المحروسة الحقيقة أنا واحد من الناس ما كنتش أحلم أن المكان كان مقلب للقمامة والمخلفات الصلبة في شرق القاهرة يتحول في مدة قياسية لمدينة متكاملة بكاملة المرافق والأجهزة وأنها تستوعي في خلال سنتين فقط للمناطق العشوائية ونقدر نقول الرئيس تحدى بكل قوى والدولة كل الملفات الشائكة في الدولة ومنها التطوري العشوائيات فالرئيس وعد المواطنين أنهم يليق بيهم أماكن تليق بالنقلة حضرية ليهم ويكنوش تليق بالمواطن المصري وزي ما وعد هو أوفى والحمد لله بالعامين أنا عن نفسي ما كنتش متخيل أن المكان ده كان على قدم وساق يتحول من مكان المقلب القمامة إلى مدينة متكاملة في منتهى الروعة والجمال وفيها كل الخدمات وتستوعي بالمواطنين وفيها كل ما يناسب المواطنين ورفع سواء في المنطقة الرياضية أو كل المجالات لو حبينا ندي الصورة خيالية عما كان وما هو قائم كيف كانت صور هؤلاء الناس حينما كانوا حالك بتقول في حكر السكاكيني الأول والتاني في منطقة الشربية وناس كانت موجودة في المرج أنت أكيد شفت الأماكن دي أدي لي صورة كده تخيالية ماذا كانوا عليه وماذا أصبحوا لا هو الحقيقة باللسان المواطنين نفسهم اللي انتقلوا هنا عندي في المحروصة باللسانهم نفسهم يعني قالوا هم نفسهم ما كانواش يحلموا وكانوا يتخيلوا أن كل ده شوء إعلامي ما كانواش لما جوم هنا وشافوا المكان ما كانواش يتخيلوا لدرجة أنهم ما كانواش عايزين يمشوا من المكان فهم كان باللسانهم برضو قالوا أن الأماكن كنا عايشين فيها في العشويات في السكاكين هيكل الأديم والجديد وفي المرج كان حاجات كلها لا طريق بالمواطن المصري في عشش ولا سسك قرال لحضرتك يعني ندى أوعيد وأؤكد أن هذا المكان كان كما تحدثنا كان مقلبا للزبالة أو للمخلفات أو للمخلفات الصلبة في منطقة شرق القاهرة مساحته 60 فدان قسمة على نصفين نصف الأول للعمرات كما رأيت من هذه الصور الرائعة والنصف الآخر اللي هي المتنزهات والأماكن الإدارية والحضائق والمساجد والكنائز هو مشروع يستحق كل التقدير وكل الاحتراب لمن سهم في تنفيذه ومن أشرف عليه ومن كان صاحب الفكرة فيه هذا هو ملخص المشهد هنا داخل محروسة واحد واثنين في منطقة شرق القاهرة عودة إليك ندى نعم زميدي عودة غنام أنا أشكرك شكرا جزيلا وجزيل الشكر لضيفك الكريم ترجمة نانسي قنقر